أكد وزير الخارجية سمح شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيول للعام 1967 كخطوة همة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وتعزيز فرص حل الدولتين وخلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجويني شدد شكري على ما تبذله مصر من جهود مبنية للوصول إلى اتفاق من خلال طرحها مقترحات قابلة للتنفيذ منوها بأهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود العربية من أجل التوصل إلى أفق حقيقية لحل القضية الفلسطينية استنادا لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن ودولة داعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية اشتركوا في القناة